مسؤول الاتحاد الكرة قالوا أنه تم تعيين الكابتن فتحي نصير في اتحاد الكرة كمدير لإدارة القطاعات بالاتحاد بهدف الاستفادة منه في تطوير مسابقات الناشئين وما فيش كلام صحيح خالص من اللي تقال أنه هيبقى مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم هو فقط مدير لقطاعات عشان يطور مسابقات الناشئين اسم كبير ومحترم طبعا له خبرات عديدة وكبيرة وعظيمة كابتن فتحي نصير